عبد الوهاب الحربي يأتي بكل محاولة حلالية لدينا دقائقون في هذا اللقاء رفاص بمحاولة استلام وتسليد للفنزولي قرات رفاصلون تمر إلى خارج أرضية الملعب الفنزولي العائد لدوري جميل حيث الموعد الأخير وآخر الموعد الذي جمعهم كارلس إدواردو ينقل كرة رفاص في يدي الجزائري قتلة شلون المشاركة الأولى شلون الحضور الأول وهنا رأسية رفاص دقيقة الحادي أشهر التعادل السلبي حاضر رفاص في ثالث كرة ماتيس لمصلحة عبد الله اليحى يشوف كرة رفاص كنترول والتمرير لماتيس والتسدي حاضر لعز الدين دخل ماتيس الذي غاب في المباراة الماضية نفذت علي أمامي ارتقام كنو محاولة للبحث عن كرة ثالية وقوعية لعز الدين دخل والكرة أيضا مرت واجتازت إلى خارج أرضية الملعب سلامات عز الدين دخل الجزائري شوف كرة الدوسري جاء تاليا والرأسية من كنو لكن أيضا الكرة على كرته ماتيس يفقد كرته بالأقطة الماضية أموما المرتدة لدى عبد الله اليحى انطلاقة حاضرة خطيرة تبدو لفريق الوحدي محمد محسن مر من اثنين والكرة بيدين حال التوقيت وبعد مرور نصف ساعة من زمن اللقاء هنا الكرة الرائعة من جانب محمد محسن مر ما بين الحافظ ودرويش لكن لم يستطيع التسجيل في مرمى العملاق علي الحبسي في الكرة الماضية كرة الخلف لدى حسن كادش بعد ذلك المحاولة تأتي بكرة طولية بتعود للخلف أوه أوه عالي الحبسي يوبايد الكرة واقع من ذلك متبقي على نهاية تفاصيل شوط اللقاء الأول شوف كرة فساقة مطالبة بسرعة أكبر من جانب المدرج الهلالي التمرير على جلم الريفاس ماتيس فرانك ريفاس سدد والكرة تبعد من جانب عزتين دوخا كرة ريفاس الثالثة في هذا الشوط تبعد من جانب محسن كادش وعبدالله اليحياء التي تدخل بها الحبسي بينما هنا كرة عزتين درويش في صليلاب الأرضي يقوم من اللازم مرت طالت على جلم الريفاس وذهبت إلى ركلة مرمى ذهبت إلى ركلة مرمى هذه كرة فساة درويش من جانب كارلوس إدواردو كارلوس نفاذ والكرة تعتلت ومرت كرة الأرضية وصل الريفاس ريفاس حاول لكن مباد جاء مرة أخرى بتود أرضية خروج خاطئ لقاء ثاني أن تكون فيه الكثير من الأمور عزتين بل أنه وصل للكرة قبل ما تيس أندريا تمريرا حمد محسن مهارة تسديد أرضية الشجل اللقائي الأول إذا ما جاء بالتعادل من أمام الحلال كارلوس إدواردو كارلوس إدواردو يلعى بالأرضية مرت من أمام ماتيس وأسامة أشور ينقف من أمامه جائل من ريفاس ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية آخر كرة في شوط العقاة الأول راح تكون كرة ثابتة من مسافة تبدو بعيدة بعض الشيء صافرة تأتي جائل من ريفاس تسديده قوية وفي يدي الجزائري عز الدين دوخا تسديده جاد من جلم الريفاس اللاعب الذي كانت له أكثر رونالدو دي سلفا يترك أندريا لدى رونالدو تسديده الحبسي عالي الحبسي هنا الخطاب هنا كرة رونالدو دي سلفا الحبسي القفاز يحكي تغيير ونقلة طولية بتود من سامي كسار جلم الريفاس مع أسحق فورسا كرة للهلال تبدو كرادش وبينة من جانب رونالدو وين ادواردو وين ادواردو فرصة للهلال ترسل بهذه الطريقة من جانبي ماتيس في اليمين عارفية للهلال ادواردو كرة تأتلي مرة أخرى وتمر إلى خارج أرضية الملعب بتمر إلى خارج أرضية الملعب شوف الكرة الأرضية ومحاولة أندريا خطى حاضر من جانب على الإبليهي أندريا يحاول بتمنير أرضية خطيرة اوه هبدالله اليحياء كاد أن يصل إلى مرمى الحبسي لكن كرة تبت مرة إلى ركلة مرمى شوف تمريرات أندريا حاول فيها هبدالله اليحياء لكن مرت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ثمت ارتباك حاضر في اللقطة الماضية من جانب علي كادش وسالم الدوسري كادش يلعب الكرة أرضية راسية ماتيس بتمر بجوار القائم راسية الروكوياني بعد كرة وصلت من كادش حاول من خلالها لكن أيضاً بتمر إلى خارج أرضية الملعب ماتيس كرة بتقطع فاصل درويش يحاول التقدم سالم طلالة من اليمين محاولة للهلال فاصل درويش بعد خضوهات بعد خضوهات ما سالم يتقدم الهلال في الدقيقة الثانية والستة هدف أول هدف أول هدف أول يتزين الهلال بعد خضوهات ويشعل الأفراح في مدرجاته شوف 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 هو فاصل درويش خضوهات يا سالم وصابة صابة صابة عليك يا دوخة هدف أول يتزين الهلال بعد خضوهات كرة بالجانب الأيمن محاولة لأرضية يا رفاس رفاس يبحث عن بداياته مع الهلال وكادت هذه الكرة تكون أول أهداف رفاس مع الهلال هنا في الكرة تتمرر غدا نواف أرضية وصلت إلى يتي الستين داخل كم كرة بالكعب كرة طولية خروج كان خاطئ وارتباك ما بين الحبس والدفاع لكن أيضا يمنور هكذا هي لقاعات الفريقين الفريقين في الجولة القادمة هنا كرة خطويرة الحبسي مرة أخرى يتصدى لكرة محمد محسين العملاق شوفوا هذا لكرة محمد محسين بعد توقع الحاضر وكرة في الزاوية الصابة لكن الحبسي يجيد التصدي للكرات الصابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة